قصف أمريكي قالوا عدوان جديد بعد العدوان الإيراني الذي حصل هذه السيناريوهات بدأت تكرر نفسها وبصورة مستاجلة أين ستنتهي هذه السيناريوهات وعند أي محطة الوضع يعني ماشي باتجاه التصعيد الفصائل المسلحة الآن بما أنه هي ضغطة على موضوع أنه على الولايات المتحدة الأمريكية لغرض وقف الحرب في غزة لكن الآن الفصائل اعتمدت مبدأ جديد وهو خروج القوات الأمريكية وهذا الخروج أنا أتصور يعني هو لابد أن يتم من خلال مسار الدولة الدولة عادزة يعني كحكومة كسلطة تنفيذية عادزة أولا لا تقدر توقف الهجمات المتبادلة سواء الهجمات الأمريكية الهجمات الإيرانية هجمات الفصائل المسلحة ما عدها قدرة ذهبت باتجاه المفاوضات مع الداخل مع الخارج هم ما قدرت توصل إلى نتيجة الآن يعني في ظل هذا المعترك نعم يعني فيما يبدو بأن الأمور غير قادرة على أن تتوقف عند حد معين يعني خصوصا أن الأمر وصل إلى قضية يعني سقوط ضحايا للفصائل المسلحة وأيضا الأميركان منها يتوعدون الاشتراطات التي شكلت على أساسها الحكومة نعم الداخلية الخارجية لم تنفذ فبالتالي الموضوع مركب معقد من وجهة نظر أستاذ نجم الموضوع ليس بالسهل يعني هذا التغاضي أو القفز على واقع الأمور هذا يعقدها وإلا الآن السفيرة الأميركية سلمت وزير الخارجية رسالة رسالة يعني هذه الرسالة سيتدارسها أصحاب القرار هسه رح يدارسوها بظل توافق عراقي بظل اختلاف عراقي زيان ما هو الإطار التنسيقي نفسه منقسم منقسم الإطار التنسيقي شو تقول الرسالة دكتور والله الرسالة هو صعب يعني نتحدث بيها لأنه ما واصلتنا يعني المفروض شوف احنا ليش نركز هسا لو الحكومة أو الطبقة السياسية تتمتع بشفافية تنشر هاي الرسالة خطوط عامة عنها الأمر باقي بالغرف المظلمة والكواليس وبالتالي يعني حتى إذا إمكانية أنه نساند الدولة منا ساند الوضع الحالي منها ما جاي نعرف وين الأمور جاي تمشي أنا أتصور يعني قراءتي للأمور ساد نجم نعم أنه الرسالة قد تكون في حواها انتهى زمن المناورة وبالتالي على العراق أن يقرر أما أن يكون حليفا للولايات المتحدة الأمريكية أو خلاص أنه الموضوع يأخذ سياق آخر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر